مساء الخير تحليل مطش الزمالك وطلع الجيش المفاجأة وهزمت الزمالك 3-2 اتمنى انك تعمل اشتراك في القناة عشان تبقى معايا في كل مطش ان شاء الله اسم القناة على اليوتيوب الكرة مختلفة مع مصطفى صادق ياريت نبقى مع بعض اعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناة ان شاء الله طيب ايه سبب الهزيمة والمنظر ده لا مدرب ولا مدرب اللي قبل كده ولا المدرب اللي جيد الوقتي لا ميتشو ولا كارترون والقصة كلها نوعية اللعب نوعية اللعب انا النهاردة في بطولة افريقيا اللي مصر تهزمت فيها وكانت فضيحة بطولة عندنا على ملعبنا لكن طارق حامد وانه على راجل الشناوي حالس مرمو القالي وانه عليه راجل اللي اتنين دول ابطال اه يبقى الفريق الكورة نوعية لعب الفريق الكورة فريق الزمالك دلوقتي هو اللعب اللي في الملعب اللعب اللي في الملعب لما تيجي من اول عواد لغاية المهاجمين الاجانب ما ينفعوش يلبسوا فريقية الزمالك وانا قلت كده من من المطشات اللي ميتشو مشي منها يعني من اسبوعين تلاتة اللعب اللي هو ايه لما يتشتم من الناس والجماهير ويقولوا ده عايز فلوسه وخلاص ومش عارف ايه ويجي يحمي كده ويلعب له مطش يدوس على نفسه بالعرب يموت نفسه ولعبه مطش كده وبعد كده يرجع تاني المستوى السيء ده ما ينفعش يلعب فانديه تقمة ما ينفعش هو ده يجيب بطولة الجماهير الله يكون فعون جماهير نادي الزمالك بس بقول لكم اسباب الهزيمة مش مدرب ولا خطة ولا طريقة دي حاجات تانية فانديها تانية لكن نادي الزمالك لا يمدي الراجل اللي اشترى اللعيبة اللي اشترى اللعيبة محمد عبد السلام ما احترمي لي اذا كان طالع ما عرفش الله هل طالع من ناشئين الزمالك ولا حد اشترى الراجل ما فيش ان شاء الله بعد كده ياخد خبرات ويبتكر ويبقى كويس يعني والنجم من اللي جابه النجم ده من اللي جاب لاعب يلعب من ناتزة مالك الجماهير بتبقى عايزة بطولة والجماهير بيجي لها السكر والضغط من الهزيم وده جايب ويعمل ايه اوباما بن شاركي ساسي قلدها قبل كده لما يبقى لاعب بيلعب في مباراة تسعين دقيقة بنحسبها بالورا والقلم بن شاركي سياسي اوباما مثلا كل واحد بيجي له في المباراة الواحدة عشرين كورة لما يلعب تلاتة بجدية وسبعتاشر كورة بضغفه وبأفاه وبمايع ودلع وده كمان لما يبقى كويس في مباراة اوه هتفتكر ان هو المباراة جاه يبقى كويس ما زي في مباراة واحدة تسعين دقيقة بيتمايع في عشرين كورة وكورة واحدة اللي يعملها بجدية يا راكل ده في مدرب افريقيا لما المدرب ماشي وجي المدرب الجديد كارترون وماشي الافريقيا بعد ما جابه الجون الاولاني وبابا عايز يعمل بكعبه يا عم ده لسه المدرب بتاعك ماشي مبارح والجمهور حزين والادارة اجتماعات مع اللعيبة ولازم ترجع لمستواكو يوم ربنا يا كرمني اجيب جون ده احنا في الكورة لما نجيب جون ونبقى ظروفنا كده رجال يا لها زي ما احنا نموت نفسنا هيا ده الكورة انا ما اول ما جبت جون في نفس المطش والله تروح املي بالتعب كده وستاسي عايز يقل في كورة جديدة ما اعرفش الجيب هاملين وبنشاركي بضواف الرجله الحاجة دي بتنفعش اللعيب الكورة يلعب اربع مطشات راجل ولا بعض ممكن نسامحه في مطشة كان بعيد زي طريق حمد النهارد كانش موفق ما كانش كويس بس مش هتقدر تتكلم عليه الراجل مطشات كتيرة شاي للزمالك الراجل اللاعب الراجل بيستمر انا عايز لعب الديني 70% بس الموسم كله ما يدينيش 200% في مطش ويفضحني زي مطش النهارده الناس بعيدة خالص ما فيش حد جاه وحشين قوي نادي الزمالك وصف محمد بس هو لده الفرود المحترم الراجل الفرود كما يجب الراجل بيطلع في الكورة حاجة تفرح الجون اللي جابه الاولاني بعيدا بقى عن المطش الراجل طالع الجنب توقيته عشرة على عشرة حاجة تفرح طب ده لو معاه بقى فرودة تقال معاه جنب وناس تمشيه وناس توصره يجيب له في المطش 3-4 تجوان تمام؟ الدفاع جماعة الدفاع مضحك انا عمري ما شفت اتشفته الهدف الاولاني اتنين طلعوا محمود علاء اشترك تقريبا طريق حامد عدته طيب عبدالغاني يا عم انت بتلعب كلنا عارفين الدنيا كلها والسودان جنبينا وليبيا عارفين ان الكريم طريق ده سريع وانا اعرف ان هلعب الجيش النهارده كريم طريق اهو قدامي عبدالغاني ده عمل ايه راح رايح طيب اوي رايح ماشي كده راح كريم طريق حطها من وراه وسبقه وجاء الجنب الاولاني ما فيش مخ دفاع الزمالك كل غلطات الدفاع في العالم بيعملها توقيت الوقف ازاي رحل ده فيه كوربة تطريب المسأل اللحمة سيبير ناحية اليمين ولا محمود علاء بيجري على العواد كورة ديت لغت محمود علاء مين لناحيته علشان توقفه في الحتة دي كل ما تجري عن دعواد احمد سيبير ياخدش السكس يا رضا توقيت تخطية الاندفاع بدأت الهجمة صفر صفر النازل ما بتتمرنش ولا مش عارف الله اعلم هارد الاكل الزمالك هقول تاني قبل ما اقفل معاكم اللعيب مش عيب مدربين اللعيب مين اللي اختار اللعيبة دي فرقة الزمالك يعني اللعيبة اللي بتلعب دلوقتي الحداشرة اللي في المرعب عواد محتاج اعادات مش محتاج تدريب بس مش محتاج الرفع اليوقة ولا تمرين عواد محتاج تدريبات فيها زكاء فيها رتم فيها توقيتات فيها اختيارات تلع ولا مطلعش عشان يرجع للمستوى تاني عواد ضايع الكرة اللي يطلع فيها بيقف الكرة اللي المفروض يقف بيطلع فيها ده ده عايز تدريب تاني نوعية تانية مش تدريب يزود لياقة ولا تدريب اللي هم الحراس يفضل يتهبد هو يموت يبقى أنا كده عملت له تدريب كويس لا هو عايز تدريب تاني اه انا اسف طولت عليكم وان شاء الله نبقى مع بعض على طول في كل مطش ويا ريت يا ريت تشترك في القناة علشان نبقى متواصلين على طول مع بعض شكرا